تحليل لوكالة الأناضول منشور في العشرين من إبريل نيسان من العام 2020 بعنوان قاعدة الوطية متى يبدأ الهجوم لاقتلاع آخر معقل لحفتر في غربة بعد سيطرتها على جميع مدن الساحل الغربي تحاصر قوات الوثاق الليبية آخر معقل رئيسي لحفتر بالمنطقة لكنها لا تريد خوض حرب استنزاف بقاعدة الوطية الجوية بشكل يؤثر على معركتها المصيرية جنوبي العاصمة طرابلس لم يعد اللواء المتقاعد خليفة حفتر يملك في المنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية سوى قاعدة الوطية الجوية لكن إن لم تسيطر عليها قوات الوفاق فستشكل دوما تهديدا قويا على مدن الساحل الغربي لم تحسم قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بعد قرارها بشأن شن هجوم واسع وفوري على قاعدة الوطية الجوية في الوقت الذي تواجه فيه أحياء طرابلس الجنوبية معارك شرسة ومصيرية وبعضها خاضع بالكامل لسيطرة ميليشيات حفتر على غرار حي قصر بنغشير كما أن مدينة ترهونة ما زالت على رأس أولويات قوات الوفاق باعتبارها المدينة الاستراتيجية الوحيدة من مدن غلاف طرابلس الخاضعة لحفتر وأتباعه ومفتاح نهاية العدوان على طرابلس لكنها تبدي مقاومة رغم وقوع العشرات من مسلحيها أسرى في يد الوفاق تكمن خطورة قاعدة الوطية في موقعها الحصين طبيعيا حيث شيدها الأمريكيون خلال الحرب العالمية الثانية في منطقة بعيدة عن التجمعات السكنية وأقرب منطقة مأهولة تبعد عنها 25 كيلو مترا ما يجعل أي هجوم كبير على القاعدة مكشوفا أمام طائراتها الحربية ومدفعياتها الثقيلة ورغم أن قوات الوفاق نجحت في مارس أذار الماضي في اقتحامها لأول مرة ولفترة قصيرة إلا أنها لم تسيطر عليها بالكامل فمساحة القاعدة كبيرة جدا تبلغ نحو 50 كيلو متر وعلى الأغلب تمت مهاجمة المدينة السكنية الواقعة بالمدخل الشمالي للقاعدة والبعيدة مئات الأمطار عن مدرج الطائرات وغرفة العمليات الغربية لميليشيات حفتر لكن حتى وبعد اقتحامها تمكنت ميليشيات حفتر من مطاردة المهاجمين وإيقاع بعض الخسائر في صفوفهم دون أن تتمكن من تحرير أسراها وعددهم 27 لكنها سيطرت خلال بضعة أيام على معسكر العسة وعلى مدن زلطن ورقدالين والجميل رغم أن معظم هذه المناطق يقع أصلا تحت نفوذها ولأن ميليشيات حفتر في القاعدة بإمكانها إعادة السيطرة على هذه المناطق الأربعة ومعهم مدينة العجيلات التي حررتها قوات الوفاق ما يجعل السيطرة على قاعدة الوطية أمرا ضروريا أهم سبب يدفع قوات الوفاق للتريث قبل إطلاق عملية تحرير قاعدة الوطية في التحصينات القوية وقدراتها على الصمود لفترات طويلة أمام الحصار بفضل مخازن الأسلحة ومحطة الوقود التي تمتلكها كما أن لها خط إمداد عبر طرق واعرة نحو بلدة الرجبان ومدينة الزنتان ومنه نحو الجنوب أو شرقا باتجاه قاعدة الجفرة الجوية التي تستخدم كنقطة إمداد وتحشيد رئيسية لميليشيات حفتر وتربط بين قواعدها في شرق البلاد وبين الغرب الطائرات المسيرة في الوطية ما زالت قادرة على التحرك في مدن الجبل الغربي رغم استمرار الغارات الجوية للوفاق بدليل قصف طيران حفت الرتلى من قوات الوفاق كان قادماً من مدينة جادو للمشاركة في حصار القاعدة ما تسبب في مقتل ثمانية مقاتلين وإصابة آخرين لذلك تخشى قوات الوفاق أن يتم استنزافها في معركة جانبية في حين أن معركة ترابلوس أكثر مصيرية وتحيي الترهونة جزء حيوي من عملية صد العدوان على العاصمة وقطع خطوط إمداده وفي الجبهة الغربية البعيدة تواجه البوابة الجنوبية الشرقية لمدينة مصراطة هجمات متتالية لميليشيات حفتر التي تسعى لتفتيغ جبهات الدفاع عن ترابلوس من المقاتلين واستنزافهم في معارك شرقاً وغرباً وأمام إدراك قيادة قوات الوفاق لحساسية مسألة اقتحام قاعدة الوطية خاصة بسبب تكلفتها الاجتماعية بسبب انقسام قبيلة الزنتان بين مؤيد ومعرض لحفتر وتأثيرها على المعارك الرئيسية في ترابلوس لجأت إلى خيار الحصار وحصرتها من أغلب الجهات مع ترك منفذ لفرار عناصر حفتر غير الراغبة في القتال وتواصل طائرات الوفاق قصفها لتجمعات حفتر داخل القاعدة وغرفة عملياته الغربية لزيادة الضغط عليهم ومنعهم من التحرك أو القيام بهجوم مضاد لاسترجاع المدن والمناطق التي خسروها في معركة الثالث عشر من إبريل وبما أن أغلب عناصر حفتر داخل القاعدة من الزنتان فليس من المستبعد أن يستمر الحوار المجتمعي بين أبناء القبيلة الواحدة لانسحاب الموالين لجنرال الشرق من القاعدة وتسليمها لقوات الوفاق دون قتال لكن خيار اقتحام قاعدة الوطية يبقى مطروحا على غرار عمليتي تحرير مدينة غريان وتحرير المناطق الثمانية الأسبوع الماضي وتعتمد قوات الوفاق على أسلوب المباغة والهجوم الخاطف والسريع تسبقه غارات مكثفة على مراكز القيادة والتحكم وعلى مجموعات الدعم لتشتيتها وإذا سيطرت قوات الوفاق على الوطية فيمكنها ذلك من توفير قاعدة جوية آمنة لطائراتها وبعيدة نسبيا عن تهديدات طائرات حفتر بالإضافة إلى تفعيل مطار زوارة حتى يكون بديلا لنقل المسافرين من وإلى مطار معيثقة بترابلس خاصة بعد أن أصبح كامل الطريق الساحلي بين المدينتين سالكا وتوجد قوات الوفاق حاليا في موقع جيد بعد أن تمكنت من تحرير جناحها الغربي الذي لم يبقى منه سوى شوكة الوطية والتي أصبح انتزاعها من ميليشيات حفتر مسألة وقت الوطية تعاني من نقطة ضعف جوهرية تتمثل في غياب منظومة دفاع جوي تحميها ويجعل ذلك من استهدافها جوا غير مكلف فضلا عن تطويقها وقطع طرق الإمدادات عنها ما يعني أنها ستصبح ساقطة عسكريا ويساعد ذلك على تثبيتها ونقل مزيد من الكثائب إلى جبهة طرابلس أو ترهونة حسب المقتضيات المعركة المتوادرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر